هذه هي النقطة الأخيرة التي نستطيع أن نصلها لم يسمح بالاستمرار في هذه النقطة قيل لنا أن هذا آخر مكان يمكننا التقدم إليه كما تشاهد تعزيزات وتحكمات قوية في هذا المكان شأنه شأن باقي الأماكن إيربين خلال الأيام الماضية سمعنا عن قذائف سمعنا عن ضربات جوية اشتباكات كل ذلك في تلك المنطقة التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد عن أربعين ألف نسمة ولكن منذ أن بدأت الهجمات الروسية تحولت تلك المنطقة إلى هدف للغارات وأيضا الاشتباكات التي قالت السلطات إنها تتم بين القوات الأمنية وعناصر تخريبية سمتهم عناصر تخريبية حاولوا التسلل إلى المنطقة يبدو أن القوات الروسية تعمل على السيطرة على عدد من هذه المناطق وذلك بهدف تشكيل ضغط على العاصمة كييف هي تتقدم من عدة محاور سمعنا وتحدثنا كثيرا عن الأرتال العسكرية الروسية التي تتقدم نحن نرى الآن أحد النقاط التي تعمل على تحصين المدينة مدينة كييف، العاصمة كييف من القوات الروسية في حال أرادت التقدم أكثر طريقنا إلى هنا كان يمر بعدة نقاط تفيش وعدة نقاط عسكرية على الأرض حواجز إسمنتية حديدية كل ما يمكن وضعه من أجل أن يتم منع تقدم القوات الروسية